ولا تنفعها شفاعة يعني شفاعة يعني وسطة والنفس المقصودة في هذه الآية هي النفس الكافرة فلا تنفعها شفاعة إطلاقا فلا ينفع إبراهيم عليه السلام يوم القيامة أباه ولا ينفع سيدنا نوح عليه السلام ابنه ولا زوجته يوم القيامة ولما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وقال لهم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطالب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا والخلاصة أن الشفاعة هنا منفية بالكلية لأي نفس كافرة احتج المعتزلة بهذه الآية وأنكروا الشفاعة وقالوا أنه لا شفاعة لمرتكب الكبيرة وأنه كافر وهذا قول فاسد وباطل وأجمع علماء المسلمين على أن العصاة من أهل التوحيد تحت مشيئة الله عز وجل ويكون هذا مهما اقترف من الذنوب والمعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له رحمة منه وإن شاء عذبه عدلا منه أما المسلم فتنفعه الشفاعة ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له